وانا ليه زنبي اتجوز واخلي فوشي العيال وهو ما شلش حاجة المشكلة هنا في المحيطين يعني انا بقول لها هنا المشكلتك في المحيطين اصلا عشان اتعالج من الوفرثينكينج المفروض ان انا متعاملش مع المحيطين سلبية المفروض يعني دمر نفسيتك بالزبط كده انا عشان اتعامل مع الوفرثينكينج وتخلص منه اصلا رقم واحد كده احاوط نفسي بالناس المشرقة بالناس الايجابية بالناس اللي عندها طاقة ايجابية الدهاني والدهالها ونتعايش فيها بسلام نفسي فما ينفعش حد يخليني اللوم نفسي على قرار اخدته زي الندم انا قلت الندم رقم واحد كارثة ان انا اندم على قرار اللي بعده على طول ان انا احاوط نفسي بناس تفضل تخليني اسئل نفسي واجلب نفسي وعاتب نفسي والوم نفسي وبرر وبرر طب الناس دي فئة كبيرة اوي يا عمر يعني الفئة دي فئة الستات المنفصلة اللي بتربي ولادها اللي تعبان عليهم واللي بتضحي بحاجات كتير في حياتها من وقتها ومن صحتها ومن سعادتها ومن فلوسها الناس دي فئة كبيرة اوي في مصر تقول لها ايه للست دي نموذج الست اللي بجد بنت الناس المحترمة اللي قاعدت تربي ولادها واللي ما همهاش المجتمع اللي هي ارمي ولادك وروح تجوزي ويعيش حياتك عشان تقلل حتة الندم ان انا مفصلت بس انا اللي شلت المسئولية مش هو عشان ما تندميش على كل ده افتكر ان انت تخلصت من الشخص الغلط رقم واحد جسدي قدامك وده من علاج الوفرثينكينج على فكرة ان انا اجسد الحاجة الغلط في حياتي على شكل حاجة اعمل لها كيان مستقل وسميها مسمة معين كده في حياتي زي مثلا اه 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 انا هقولك اللي حتة دي جميلة اوي جد اعملها في علم النفس لما بيكون في حد احنا زي عارفة الشخصيات زمان لما كانوا بيخوفونا في التربية زمان من امنا الغولة من امنا الغولة والحاجات دي ايو لو نزلتي دلوقتي هتلاقي امنا الغولة كانوا بيجسدون ان فيه لو انت تخليت عن الخروج برا النص بتاعي او تخليت عن الخروج برا الاطار بتاعي هتلاقي امنا الغولة دي فاحنا نتخيل مين امنا الغولة دول بس اخذنا جوانا كده إن أمونا الغلاء دي حد بقى شعره مقمكوش وحد شرير وحد شرير وحد شرير وبدأنا نخاف هنا جسدونا الفكرة السلبية وخلونا نعمل لها كيام مستقلة بعيدة عننا وطول ما إحنا قاعدين في دايرة أهلنا إحنا متطمينين ومرتحين صح كده؟ طول ما إحنا بنسمع كلام أهلنا إحنا متطمينين وعارفين إن إحنا في أمان مع أن العكس أنا ممكن قاعد مع بابا وماما ممكن أتخبط خبط أتعور أتكسر يحصل لمشكلة صح ولا أنا غلطة؟ صح صح يبقى إذن هما ما منعوش عننا الخوف ولكن جسدونا فكرة سلبية ممكن تخوفنا في شكل كيان أو مسمى زي أمنا الغولة كذلك الشخص الغلط اللي يدخل حياتك الشخص السيء اللي يدخل حياتك ويعرضك لكسرة القلب والخزلان وإن هو يخليك ضحية في الحياة حطي له مسمى قدامك كده وحطي نفسك في الجانب الإجابي على طول إن أنا هنجح وإن أنا هيكون ليه هدف وأولادي كمان اللي أنت ضحيت بيهم وأنا أخدتهم والناس لموتني دول أنا أخليهم أصدقاء ليه وعيلة ليه وناس جميلة ليه في حياتي وناس مميزة في حياتي مش لازم تاخدي ولادك في حياتك على إنهم أصدقاء بس أو على إنهم ولادك وأنت بتربيهم لا بالعكس ده أنت تاخديهم برحلتك كده كيان إنت عملت كيان اسمه عيلة لوحدك هينجحوك وهتنجح بيهم نجحهم اللي هيوصلوا ليه هيتنسب ليك مش هيتنسب لباباهم المستقبل اللي أنت هتبنيه ربنا هيوفقك فيه وحط جواك الفكرة دي قوي ويمكن بتشوف حلقات دلوقتي وبقت تعادي دلوقتي يعني الرجل ما بيربيش ولاده بتلاقي فرح ابنه هو مش موجود خلاص الشباب اليومين دول فاهمين ووعيين استغنوا فهموا وبالضبط قالك أنا ما كانش موجود معايا في حياتي فمش هيبقى موجود معايا في جوازي نفس الحكاية البنات اللي الأم بتسيب بنتها وبتقول لأ خلاص أنا عيش حياتي لا البنت بتجبر هي انتي بتبقيش موجودة في حياتها أساسا فيعني الصحبة الحلوة والتضحية الكبيرة أكيد ربنا بيعود عليها خير بس نحسس نفسنا أن ده عوض يعني ما ناخدش الطاقة السلبية اللي هو هو اللي سيبني ربي وهو اللي ما بيصرفش وهو اللي ما عرفش إيه أهم حاجة اللي تحصل لها كده ما تقرنش حياتها بحياة غيرها تركز على حياتها بس